الحلقة الأولى من سلسلة الخلفيات السياسية والاقتصادية والعسكرية الفرنسية لاحتلال جزائر مقدمة السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بك الجديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأتوا المصدر ومرجع المعلومات ارتبط اسم الجزائر بالدولة العثمانية منذ سنة 1518 ميلادي وهي السنة التي أصبحت فيها الجزائر أول إيالة عثمانية في شامل إفريقيا فالجزائر منذ القديم تميزت بالعديد من المميزات التي جعلتها تسليق طريقا اختلف عن بقية الدول المغاربية الأخرى بسبب عدة مواثرات داخلية وأخرى خارجية وغيرها من الظروف التي جعلت الجزائر قوة معتبرة في البحر أبيض المتوسط وهو ما أدى بالدول الأوروبية إلى الإسراء في إقامة علاقات دبلوماسية وتجارية مع الجزائر لكن هذا التفاور جعلها مستهدفة من طرف الدول الأوروبية التي سعد جاهدة من أجل ترسير شوكتها وتقليص دورها ومكانتها الدولية ومن بين هذه الدول فرنسا التي برز دورها ورغبتها في السيطرة على الجزائر واستنزاف خيراتها واستعبات ستانها بشتى الطرق والوسائل وانطلقا من هذا وضعنا لبحثنا عنوان الخلفيات السياسية والارتصادية والعسكرية الفرنسية لاحتلال الجزائر ومن الأسباب التي دفعتنا للبحث في هذا الموضوع هي محاولة للطلاع على الكثير من الحطائط التاريخية التي دفعت بالغرب المسيح للتتالب على غزو الجزائر والإطاحة بمكانتها وعلى رأسهم فرنسا إضافة إلى رغبتنا في التعرف على الاهتمامات الأولى التي أظهرتها فرنسا مماهدة لعملية احتلال الجزائر وقد حاولنا الإجابة من خلال العرض المتدم على الإشتارية التالية فيما تمثلت الخلفيات المتعددة الجوانب التي اعتمدتها فرنسا في غزوها للجزائر والتي تذرعت بها لتبرير موقفها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد ترجمة نانسي قنقر